لما يجي شاب مفتول العضلات زي هالك والرجل الأخضر ويطلب منك إيد بنتك قبل ما تطلب منه لعفش والشبكة والمهر والمؤدم والمؤخر والاشتغالات دي كلها اطلب منه تحليل لهرمون الزكورة اطلب منه تحليل للسائل المنوي يقول له اعمل لي تحليل للسيمين عينة سيمين يعملها لي تحليل وقل لي هنا تجيتها ايضا لما انت تروح تتقدم لوحدة لما يورولك صورتها في الموبايل قلوهم انا عايز صورتها بدون فلتر انا مش عايزها تجرب فلاتر انا عايز اشوف صورتها الحقيقية كذلك لما تروح لهم زيارة قلوهم انا عايز اشوفها هي انا مش عايز ميكوب انا مش عايز ميكياج انا عايز عايزها تغسل وشها وتيجي نتكلم معاها انما انا عايز اشوف الشكل اللي انا هشوفه اول مصحة من النوم كده انا عايز اشوف الشكل ده مبدئيا يعني يا جماعة لذلك لذلك يا جماعة زي ما قلنا لحضراتكم ان احنا عايشين في زمن فيك زمن مزيف ليه دلوقتي البنات بقوم يتأثروا بالممثلات والمغنيات والشخصيات العامة دي اللي هما بيبقى معاهم فلوس وبيعملوا عمليات تجميل وبيحقنوا بوتوكس وفيلر وحاجات كده وبيعملوا سيليكون وبيكبروا مش عارف ايه ويشفطوا ايه الحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها كذلك يا جماعة الشباب نفس القصة الشباب دلوقتي ما بقاش ما بقتش راضية عن شكلها عشان يتمرن كمال اجسام ويستنى بقى نتيجة بقى طويلة المدى سنين بقى سنين عبر ما يلاقي جسمه بقى جامد وعضلات لا بقى يستسهل بقى يحقن نفسه تستستيرون استيرويد هرمون ذكورة صناعي انت متخيل شاب في العشرين عنده اصلا هرمون طبيعي للجسم انت عارفين يا جماعة اصلا الحقن دي معمولة ليه الحقن دي معمولة عشان لو واحد اصلا هرمون الذكورة عنده يعني ضارب او مش موجود او منعدم الطبيب بيكتب له الحقنة دي عشان يزبط له المعدل بتاعه انما شاب عنده هرمون ما شاء الله ربنا خلقه له طبيعي والهرمون مظبوط وهرموناته معتدلة شاب زكر حرفيا بمعنى الكلمة ويجي يحط هرمون صناعي يبوز نفسه خالص هيبقى زيه زي البنت بالزبط هما الاتنين ما يفروش عن بعض حاجة فخلينا نتكلم اكتر يا جماعة عن الحقنة دي نقول الحقنة دي هما بياخدوها ليه الحقنة دي بتزود الكتلة العضلية الشاب دراعه بيبقى طخيل الشاب دراعه بيبقى مليان جدا وما فيهوش دهون يعني بيبقى عضلات صاف عضلات صافية جدا بيكون العروق بتاعته زهرة تمام عارف انت انا هعرض لكم صور هكده بيبكون الشخص ده نفس الجسم ده انت فاهم ازاي اي واحد يا جماعة ناوي ياخد هرمون الزكورة ده او ناوي ياخد استرويد او هرمون زكورة صناعي تمام او تستوستيرون هقولك بيعمل ايه او هتفتكر ان انت من اسمه هرمون زكورة فانت هتبقى زكر لا انت هتطلع لك عضلات هتكون ماشي عامل كده اا عضلات ضخمة جدا الشكل كده هتلاقي الناس كلها بتبصلك مبهورة بيك كده بس من جوه بقى انت عامل ازاي عارف انت البروستاتا عارف البروستاتا البروستاتا دي مكون من مكونات الجهاز التناسول الزكري تمام موجودة جواك البروستاتا دي هيحصل لها سرطان بسبب الهرمون ده سرطان انت عارف لما مكون من مكونات جهازك التناسولي يحصل له سرطان معناها خلاص انت بقى زيك زي الوحدة بالزبط بالزبط ما تفرقش عنها حاجة بل على العكس انت انت مريض انت مريض وحتاج تتعالج تمام عارف انت لما تاخد الهرمون ده اللي هيحصل لك عارف انت مصطلح التفدي ده تسدي ده ما ينفعش يتقال على راجل ما ينفعش يتقال على الوحدة ماشي ثدي يعني من اسمه تفدي ثدي انت حيكون عندك تثدي وحتاج تعمل عملية بسبب الهرمون الصناعي اللي انت اخدته ده فنرجع تمام تمام اتفقنا مفيش هرمون زكورة مفيش هرمون صناعي مفيش استرويد تمام هنتمرن طبيعي وناكل كويس وناكل كويس بروتين كربد هون صحية نبتعد عن التدخين نبتعد عن المخدرات نبتعد عن الاشتغالات دي كلها لان دي كلها دمار لنا اللي عايز كده يروح المقبرة بدري مش حاول اكتر من كده تمام فخلينا نقول لكل راجل يتقدم له تاني يتقدم له واحد عضلات قبل ما تطلب الكلام ده اطلب منه تحليل الهرمونات الزكورة ولكن استنى عندك انت مش اي واحد بقى حتشوفه لي الوسواز بقى حيشتغلك مش اي واحد عنده عضلات انا واحد من ناس عندي عضلات اهو 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 شايف الصور بس انا بتمرن من الفين واربعتاشر سنين سنين بتمرن وملتزم بالتمنين بتاعي وباكل الاكل الصحي وممتنع عن الاكل غير الصحي وبنام كويس فوصلت للشكل ده انت اول ما تشوف شخص زي ده ده ترفضه تماما ده زيه زي الوحدة بالزبط زيه زي البنت هو وشكله اه عملاك واي واحدة متجوزة شخص من نفس النوعية دي حتوثق كلامي في الفيديو حتوثق كلامي في الفيديو ده زيه زي الوحدة اللهم يوم يسل العسير يسل على المريض كل عسير فتيسير العسير علي كاسير على الود لقيناكم وعلى مثله نودعكم وتفضلوا بقبول تحياتي محدثكم دكتور احمد اشرف واه ايه الى اللقاء